السلام عليكم الداري في هذا الفيديو ثلاثة الأخبار تصريحات رقرقي الجديدة وشنو قال لاعب تيسي ونجم كرواتيا كوفاتيج وايضا شنو قال لاعب كرواتيا لمهاجم فلاسيج نبدو بالتفاصيل أول حاجة نبدو مع تصريحات رقرقي اللي في ستر بزيب الحويج عندهم علاقه بعد دوار اللاعب واللاعب اليوم لا يمكن وصف العمل الذي قام به يوسف انصيري اليوم ركضت كثيرا وحاولت ضغط بشكل متواصل على بروزوفيت حتى لا يخرج الكرة بشكل مرتاح مودريت كان يعود الخلف لتسلم الكرة بسبب ذلك وحمد الله مهاجم خاص بمربع العمليات بإمكانه أن يساعدنا لكن لازال أمامنا مبارتين ونحن عائلة وكل واحد يعلم دوره كنت أحتاج مهاجما يضغط ويركض كثيرا وانصير يمتاز بذلك على حمد الله وسنرى كيف سنالعب في مواجهات بلجيكا وما يهمني هو الفريق نحن لعبنا كمنتخب أوروبي والمغرب تسنى له أن يخلق بعض الفرص وخضنا مباراة رائعة وخلقنا الفرص ولعبنا بتوازن وصعبنا على كرواتي المواجهة وعلينا تقييم أنفسنا حاليا وأنا استصمرة فقط في قوتنا ونسجل الأهدف وقال بلي كرواتي وصفة بطل العالم وقال بلي عندهم بروزوفيت مودريت كوفاتيت أنا أرى أننا واجهنا فريقا كان بإمكاني الفوز علينا والتعادل كانت نتيجة جيدة وعليك أن تسعد بالنتيجة التي تحقناها إنه كس العالم يعني اعتراف بلي المات ما كان سهل وبنسبة للاعب كرواتيا فلاسي اتشقال بعد زداده القوية التي تضلها حارس بونو كان رد فعل حارس المرمى الجيدة ربما رفعت الكرة كثيرا وأتأسف لعدم دخولها إلى الشبك كانت مباراة صعبة وكل الفريقين كان جيدا في الدفاع كان من الصعب جدا أن نجد المساحات في الوجوم وبنسبة لكوفاتيتش قال المباراة الأولى كانت صعبة والنتيجة عادلة لم تكن هناك فرص للتسجيل وعلينا أن نتحسن كنا نفتقد الإسرار والعزيمة في خط الوجوم حاولنا السيطرة على المباراة لكن دون أن نصل كثيرا إلى مرماهم سنحلل هذه المباراة لنكون أفضل في المواجهة الثانية ضد كندا يعني قلب النشيجة كانت عادلة أشبلكم الصريحات ديالهم هذا ما كان أخوز شكرا